الحمد لله البر التواب والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي آتاه الله الحكمة وفصل الخطاب وعلى آله وأصحابه إلى يوم الحساب مستمعين الكرام بعد أن حدثناكم عن سيدنا إسحاق عليه السلام هذا أوان الكلام عن سيدنا لوط عليه السلام قال الله تعالى وَإِنَّ لُوْطًا لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ وقال تعالى وَلُوْطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنْتُمْ تُبِعْصِرُونَ أَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءَ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ مِنْ تَجِئْهَلُونَ مُجْمَلَةً في بعض السور ومُجْمَلَةً في البعض الآخر نسبه عليه السلام هو لوط بن هاران ابن آزر وقد بعثه الله تعالى في زمن إبراهيم عليه الصلاة والسلام وهو ابن أخيه لأن هاران هو أخو إبراهيم واسم لوط عجمي ليس عربية وليس مشتقا من اللواط لأن اللواط لفظ عربي تصريفه لاط يلوط لواط أي فعل تلك الفاحشة ولا يليق بمنصب الأنبياء أن يكون اسم أحدهم مشتقا من لفظ معناه خبيث وقد صدق لوط بدعوة عمه إبراهيم عليهما الصلاة والسلام واهتدى بهديه قال الله تعالى في القرآن الكريم فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم وقد هاجر لوط عليه السلام مع عمه إبراهيم عليهما الصلاة والسلام من العراق وتبعه في جميع أسفاره ورحلاته ثم بعثه الله تبارك وتعالى إلى أهل سدون في الأردن قرب البحر الميت كان نبي الله لوط عليه السلام قد نزح عن محلة عمه إبراهيم الخليل بإذنه فنزل بمدينة سدون كما أمره الله تعالى وهي في أطراف شرق الأردن قرب البحر الميت وكانت هذه المدينة لها قرى مضافة إليها وكان قوم سدون من أكثر الناس وأفجرهم وأخبثهم طوية وأقبحهم سيرة فقد كانوا ذوي أخلاق رديئة ونفوس خبيثة لا يستحون من منكر ولا يتعففون عن معصية وكانوا يقطعون السبيل على المسافرين ويأتون في ناديهم المنكر ولا يتناهون عن المنكرات فيما بينهم وكانوا ابتدعوا جريمة النكراء وذنبا شنيعا اشتهروا به لم يسبقهم إليه أحد من أهل الأرض وهي إتيان الذكور أي اللواط قال تعالى حكاية عن لوط عليه السلام أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون ولقد كان قوم لوط من قساوة قلوبهم وفساد أخلاقهم يتجاهرون بفعل فاحشة اللواط ولا يستترون ولا يستحون فلما بعث الله تعالى نبيه لوطا إليهم دعاهم إلى دين الإسلام وعبادة الله وحده لا شريك له ونهاهم عن تعاطي هذه المحرمات والمنكرات وتلك الأفاعيل المستقبحة ولكنهم استمروا على كفرهم وإشراكهم وتمادوا في ضلالهم وطغيانهم وفي المجاهرة بفعل اللواط وقيل إن الذي حملهم على إتيان الرجال دون النساء أنهم كانت لهم بساتين وثمار في منازلهم وبساتين وثمار خارجة على ظار الطريق وأنهم أصابهم قحط شديد وجوع فقال بعضهم لبعض إن منعتم ثماركم هذه الظاهرة عن أبناء السبيل والمسافرين كان لكم فيها معاش فقالوا كيف نمنعها فأقبل بعضهم على بعض فقالوا اجعلوا سنتكم أي عادتكم وطريقتكم فيها أن من وجدتموه في بلادكم غريبة فاسلبوه وانكحوه فإن الناس لا يطأون أرضكم وزين لهم الشيطان هذا الفعل الخبيث فكانوا كذلك حتى بعث الله لهم لوطا عليه الصلاة والسلام فدعاهم إلى عبادة الله وترك هذه المحرمات والفواحش قال الله تبارك وتعالى ولوطا ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون وقال تعالى إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجئر إن أجئري إلا على رب العالمين ولكنهم تمادوا في غيهم وضلالهم ولم يزدهم وعظ نبيهم وأمره لهم بالمعروف ونهيه لهم عن المنكر إلا تماديا وتكبرا وتغيانا واستعجالا لعقاب الله إنكارا منهم لوعيده وتكذيبا منهم لنبي الله لوط عليه الصلاة والسلام فقد كانوا يقولون له ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين ولم يكتفوا بهذا التكذيب والاستكبار بل أخذوا يهددونه بالطرد من قريتهم وهموا بإخراج نبي الله من بين ظهرانيهم وهذا منتهى السفة والعناد والتكبر قال الله تبارك وتعالى وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون وقال تعالى قالوا لئن لم تنتهي يا لوط لتكونن من المخرجين أهلك الله تبارك وتعالى زوجة نبيه لوط عليه الصلاة والسلام مع الهالكين لأنها كذبت نبيه لوط عليه السلام ولم تؤمن به ولم تدخل في دين الإسلام بل بقيت كافرة مع قومها راضية بأفعالهم الخسيسة وصفاتهم المذمومة فحل بها من الصخط والعذاب ما حل بقومها جزاء لها على كفرها وتعاطفها مع قومها ولم ينفعها عند الله أنها كانت زوجة نبي الله لوط عليه السلام وهي باقية على الكفر والضلال يقول الله جل وعلا في محكم تنزيله فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين ويقول عز من قائل ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل دئخل النار مع الداخلين والمراد بالخيانة هنا الخيانة في الدين فإنهما لم تتبعهما في دين الإسلام بل بقيتا على الكفر والضلال ولم ينفعهما أنهما زوجتان نبيين من أنبياء الله عظيمين وهما نوح ولوط عليهم الصلاة والسلام وليس المراد بالخيانة هنا الزنا وأنهما كانتا على الفاحشة ويروى عن ابن عباس وغيره من أئمة السلف والخلف ما بغت أي زنت امرأة نبي قط وقيل إن اسم امرأة لوط والها واسم امرأة نوح والغة روى الحاكم في المستدرك عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى فخانتاهما قال ما زنتا أما امرأة نوح فكانت تقول للناس إنه مجنون وأما امرأة لوط فكانت تدل على الضيف فذلك خيانتهما روى الحاكم في المستدرك عن كعب الأحبار قال كان لوط النبي الله وكان ابن أخي إبراهيم وكان رجلا أبيض حسن الوجه دقيق الأنف صغير الأذن طويل الأصابع جيد الثنايا أحسن الناس إذا ضحك وأحسنهم وأرزنهم وأحكمهم والله أعلم وأحكم نقف هنا لنتكلم في الحلقة المقبلة بإذن الله تعالى عن ضيوف سيدنا لوط عليه السلام وكيف أهلك قومه الظالمون والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته